بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقتنا معكم محمد الشاعر من IT Outbreak العلم بين ايديك وهنتكلم على الادنج رول and the features يمكن وإحنا شغالين اتكلمنا على ازاي نقدر نضيف رول بس ما اتكلمناش عن الموضوع بشكل متخصص شوية فبي ديفولت سيتك هتلاقي ان السكرين دي هي اللي تظهر قدامك الخاصة بالسيرفر manager فحضرتك لو عايز تاد رول او feature بتادها من السكرين لقصدنا دي الرول هو حاجة رئيسية دورها رئيسي يعني مثلا دومين كنترولر ده ده رول رئيسي ال الدي ان اس الدي اتش سي بي الويندوز ديبلويمنت سيرفيس كل الحاجات الوصص بتاع الابديت كل الحاجات دي حاجات رئيسية فالحاجات الرئيسية بتعتبر رول ولكن هناك بعض الاشياء الفرعية اللي مش لازم تكون موجود يعني ممكن تضفها زي ما انت عايز وممكن ما نضفهاش زي ما انت عايز برضو في حين ان في الرولز برضو كان فيه حاجات احنا ممكن نضفها او ما نضفهاش مش فرقة معنا ولكن هو بيصنفها على حسب اهميته ففي بعض الاشياء لا تعتبر رول او حجمها بيكون اصغر بكتير او ان هي تبقى رول فبيحطها في حاجة اسمها فيتشر طبعا الموضو ده عمل لغباطة الناس كتير فانا يعني لو انا اللي قائم على العمال الوبراتينج سيستم متهيالي كنت قلت لهم خلوها كلها حاجة واحدة والناس تسليكت اللي هي عايزة وخلاص بدل ما تقولي ده رول وده فيتشر وواجه على القلب ده طيب فالسكرين اللي وصدنا بنقول من خلالها اد رول اند فيتشر واقوله نكست لو خلي بالك لو عايز تمسح الرول او الفيتشر اللي موجودة بيكون في هنا حاجة اسمها ستارت زي ريموف رولز اند فيتشر ويزرد ليه احنا هنا في الويزرد بتاع الاد لكن لو ضغطنا على ده هنبقى في الويزرد بتاع الريموف نرجع تاني ندوس هنا عشان نرجع للويزرد بتاع طيب نكست نكست ده السيرفر بتاعي فحضرتك ممكن يكون عندك اكتر من سيرفر موجود في هذا المكان طيب اكتر من سيرفر هيجو منين اكتر من سيرفر هيجو من خلال ان انت سيادتك تكون واقف على الال سيرفرز من هنا ومن داخل الال سيرفر بتقوله رايت كليك اد سيرفر وتكتب اي بي السيرفر اللي انت عايزه فلما بتكتب اي بي السيرفر كل السيرفرز بتظهر في هذه المنطقة بيسموها سيرفر بولز فلما بتعمل كده بتيجي بقى بعد كده في الداش بورد وتقوله اد رول اند فيتشر نكست نكست فبتلاقي السيرفرز كلها ظهرة قدامنا في هذه المنطقة ولكن ولكن قبل مبدأ عملية الانستاليشن ممكن بدل ما تشتغل على السيرفر بول او سيرفر من اللي انت شايفهم ممكن تختار حاجة اسمها فيرشوال هاردسك فالفيرشوال هاردسك يخليك من هنا تبراوز وتروح تجيب هاردسك مثلا من اللي انا كنت عاملهم قبل كده في الفي ام مثلا التست كان في حاجة اسمها تست وابتدي انزل الرول جوه الهاردسك الفيرشوال فانا عشان انستور رول جوه جهاز فيرشوال مش لازم اشغله فانا ممكن وهو مقفول انزل الرول في قلب الهاردسك بتاعه ودي بيسموها اوفلاين اميج يعني يعني الاميج موجودة بس اوفلاين يعني السيرفر مقفول فبناء عليها تبقى اوفلاين لام لكن لكن لما بنزله على سيرفر شغال بيبقى الحالة دي اونلاين طيب انا مش عايز اعمل كده دلوقتي فانا اخترت تاني السيرفر بتاعي وهقوله ناكست واختار الرول اللي انا عايزها فهفترض مسلا مسلا ان انا عايز اضيف دي انس وقوله اد فيتشور فخلاص وبعد كده بيجي يسألني يقول لي عايز اضيف اي فيتشور من الفيتشورز اللي موجودة هنا انا مش عايز حاجة معينة فقوله نكست ونكست وكونفرميشن بعد كده ويبدأ يعمل عملية الانستاليشن بتاعتي طبعا انا دست انستول بالغلط انا مش عايز انستول دي انس ولا حاجة طيب ماشي هبقى اشيله في اي وقت تاني فيش مشكلة خالص ولكن اللي انا عايز اتكلم عنه ان في بعض الاحيان احنا بنتطر ان احنا نستخدم الباورشيل علشان نقدر ننفذ هذا الامر من خلال الباورشيل ولكن على الوبراتينج سيستم تاني مثلا الوبراتينج سيستم كور مثلا فهنعمل ايه السيرفور الكور بيعتمد على الكوماندلاين او cmdlet فهنعمل ايه يبقى لازم نشتغل بالباورشيل cmdlet فعلشان كده انا بدخل على الباورشيل ورن از ادمنستوريتور واقوله ايه الباورشيل بيتعامل مع الرول ومع الفيتشر على انهم فيتشر يعني لو انت عايز تانستول رول عمرك ما هتقوله انستول رول ولكن هتقوله انستول ويندوز فيتشر فهنا في سطر الاوامر الموضوع بقى منطق شوي فانا مبدئيا علشان اقدر اشوف واعرف ايه الرولز اللي نازلة وايه الرولز اللي مش نازلة فبقوله جيت داش ويندوز فيتشر وادوس تاب وادوس انتر فهيجيب لي كمية كبيرة اوي من الرولز والفيتشر اللي موجودة من ضمنها الحاجات اللي عليها اكسي ديت معناها ان هي نازلة الحاجات اللي فاضية معناها ان هي مش موجودة فابتدي اسرش واشوف انا عايز انزل ايه او مش عايز انزل ايه وهافطرد مثلا ان انا عايز انزل ال DHCP server فهتلاقي عندك هنا display name اللي هو بيظهر ليهنا عشان نعرف نقرار وبيظهر قدامه ال DHCP اللي هو ال name الفعلي فيبقى الفيتشر دي او الرول ده اسمه DHCP فعشان كده انا هاجي هنا واقوله اقوله install windows feature space name اسمها ايه اسمها DHCP وقوله داش restart عشان لو عايز يعمل restart بمجرد ما اضغط enter هيبدأ يعمل عملية installation لل DHCP feature تمام ولكن طبعا يعني ما يفضلش ان احنا نضيف يعني بال command line طالما في GI يعني يعني ما نستخدمش command line اللي لما يكون مضطرين ان في بعض features الخدمية اللي بتعمل مع ال rules اللي احنا بننزله فزي ما انت شايف كده وانا بنزل دلوقتي هو ما ساقنيش على حاجة في حين ان هو لو عملتها بال GI هيسألني يقولي ان في feature اضافية هنضيف هنضيفها ولا ما نضيفهاش فعلشان كده مش دايما ال command line هيدي لك النتيجة اللي انت عايزها اللي اذا كنت عارف ابعاد ال rule اللي انت بتنزله فلو سيادتك شفت كده هتلاقي ان success true يعني نزلت مظبوطة مش محتاج يعمل restart فخلص الموضوع على كده فعلشان كده انا هحاول اشيله تاني فاقول له uninstall windows feature اسمها dhcp واضغط enter فهيبتدي يعمل لها uninstall فاعتقد ان ازاي تقدر تضيف rule من ال GI interface او من ال desktop experience يعني او من خلال ال offline image على hard disk مشغال او من خلال cmdlet اعتقد ان الموضوع بسيط جدا وسهل شكرا لكم والقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله